ايه اسمه الجديد؟ اصلي ليه اسم قديم؟ وهيبقى له اسم جديد ايه هو اسمه القديم؟ انت ستحبلين وتلدين ابنه ويدعى اسمه يسوع يسوع يعني هو المخلص الاسم اللي جه به في المجيء الاول اسمه المخلص جاي خلص ده الاسم القديم لما قالوا له تحرق مدينة السامرية قالهم لستم تعلمان السامرة قالهم لستم تعلمان من اي روح انتهم ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل يخلص انا مججاي عشان اهلك عشان اخلص ما اهلكتش حد ده الشيطان نصب لي خيه يوم تولدت وخلى هيرودس يسمم على قتلي وكان قدامي حاجة من اتنين لو سكتله هيقتني وما اصنعش الخلاص ولو انهت عليه ومات يبقى انا اوح حاجة اعملها اقتل واحد مش اخلصه سبت المكان وهربت رحت ارض الكنانة لانه خباني في كنانته رحت ارض مصر استخبيت فيها لغاية ما مات ميتة طبيعية لا اصرت في عمره ولا طولت في عمره بعد ما مات رجعت ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل يخلص لكن وهو جاي في مجيء التاني ليه اسم جديد والاسم الجديد قاله الملاك جبرائيل برضو يملك او يجلس على كرسي داود دا الملك بقى دا الديان جيت في الاول بالاسم القديم اخلص اللي قبل الخلاص اهلا وسهلا من يقبل الي لا اخرجه خارجا واللي يرفض الخلاص ينتظر لما اجي تاني ايه هو الاسم الجديد البشرية متعرفش الاسم الجديد وقالت لا نريد ان هذا يملك علينا لكن احنا بنقوله تعالى املك على قلوبنا املك على حياتنا قبل ان تملك على الارض املك على سلوكياتنا يا الله ادي الاسم الجديد اللي ربنا هيدهن ثم يختم كلامه من له اذن مش اذنين خل الودنين وادن واحدة الودن دي تستقبل وتنزل في القلب والودن دي تستقبل وتنزل في القلب تقوله خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك خليك زي امك العذرة كانت تحفظ الاقوال متفكرة بها في قلبها من له اذن فليسمع ما يقوله الروح مش للكنيسة للكنائس يعني اللي قالوا في فترة الرسل قالوا في فترة الاستشهاد قالوا في فترة البدع والهرتقات قالوا في فترة انقسام الكنيسة قالوا في فترة ظهور البرتستانتية بيقولوا في ايامنا الاخيرة اللي بنتظر فيها ربنا يسوع موقع موقع